بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا القرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى الجد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأننا ظننا أن لن تقول الإنس والجن وعلى الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرفا شديدا وشوبا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرفا شديدا وشوبا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرفا شديدا وشوبا وأننا كنا نقلد منها مقاعدا السماء فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأننا لا ندري أشعر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأننا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا قرائق قددا وأننا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأننا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأننا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حقبا وأن لو استقاموا على الطريق قد لأسقيناهم ماء غبقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قال عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك بربي قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضررا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل وعددا قل إن أدري أقريب ما كوعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا